مبادرات اللحظة الأخيرة ولعبة توازن الضغوط آخر ما وصلت إليه صراعات الأزمة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري دون أي انفراجة في الانصداد السياسي الذي يتفاقم بين الطرفين المتصارعين على تشكيل الحكومة وكان الإطار التنسيقي للجامع للقوى الأقرب لإيران قد طرح ما سماها مبادرة من تسع نقاط ومرفقة بتسعة التزامات رأى مراقبون أنها مشابهة لمبادرات سابقة طرحها قادة في الإطار في حين تمثلت مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بدعوة النواب المستقلين إلى تشكيل تكتل مستقل يتولى تشكيل الحكومة بعيدا عن الإطار التنسيقي المبادرتان مثلتا بحسب المراقبين توازن ضغوط بين الإطار والصدر ففي الوقت الذي دفع الإطار بمبادرة كان هدفها تطويق أي ردة فعل للصدر بعد انتهاء مهلة الأربعين يوما التي منحها للإطار بغية تشكيل الحكومة بمعزل عن تياره قابلتها مبادرة سريعة من قبل الصدر للرد على الإطار لكن وجهها إلى المستقلين بالتحديد وفي ظل صراع الإرادات بين الطرفين جاءت محاولة إلقاء الكرة في ملعب ثالث بالتعكز على المستقلين وسط تساؤلات بشأن حقيقة وجود نواب المستقلين في البرلمان أم أنهم مجرد هوامش للكتل والأحزاب المستحوذة على المشهد يتنقلون بينها حسب ما تقتضيه مصالحهم مفردة مستقلين تشمل اليوم ثلاثة وأربعين نائبا ترشح بشكل منفرد أو لم ينضموا إلى القوائم الحزبية لكنهم على الأغلب كانوا مرشحين من نفس توجهات أحزاب السلطة في مراوغة انتخابية تنكشف كل مرة عند عقد بازار بيع وشراء المناصب ويؤكد سياسيون أن الخروج من الأزمة الحالية يقترب أكثر من خيار الذهاب لحل البرلمان كونه وبكل المعايير غير منتج إذ مضت سبعة أشهر والطبقة السياسية عاجزة عن إدارة البلد أو إيجاد حل ينهي شلل الحاصلة منذ إعلان نتائج الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول من العام الماضي ترجمة نانسي قنقر